من رحمة ربنا بينا إن البر الوالدين لا ينقطع ليوم القيامة حتى بعد موتهم يجي راجل من بني سلمة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال بدور جوه كتير مننا ويقوله يا رسول الله أمي وأبوي ماتوا هل بقي علي من بر أبوي شيء أبروهما به من بعد موتهما لسه في بر بعد موت الأم والأب قال صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ادعلهم استغفر لهم كتير دعوتك بتوصل ليهم وبتفرحهم وبتخفف عنهم وبترفعهم درجات في الجنة قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك من عظيم البر بعد موت الوالدين إنك تحسن لقرايب أبوك وأمك بعد موتهم عمامك وعماتك أخوالك وخلاتك وتودهم وزرهم وفكرهم بأبوك وأمك حرقوا البر عندهم خلهم يدعوا لهم ويقولوا صحيح اللي خلف مماتش من البر بعد موتهم إنك تزور خواتك وتحسن ليهم وتحفظوا على الود والحب اللي ما بينكم ده شيء يساعدهم ومن البر بيهم بعد موتهم إكرام صديقهما ما تنساش صاحب أبوك تزوره وتتصل عليه سيدنا عبد الله بن عمر يقابل أعرابي في الطريق فينزل من على الدبة اللي ركبها ويديها للأعرابي ويخلع العمامة اللي لبسها ويديها له كمان ودي حاجة كبيرة جدا عند العرب فتعجب اللي كان معاه وقال له إنه من الأعراب وهم يرضون باليسير كان ممكن ترديب أقل من كده ليه عملت معاه كل ده فقال إن والد الرجل ده كان صاحب أبويا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فحبيت أكرمه لإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي لو أمك وأبوك مات وهم غضبانين عليك وعايز تراضيهم ادعي لهم كتير بالرحمة والمغفرة وليك عندي بشارة جميلة وهي ما جاء معناها في الأثر إن العبدة ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله بارا قال تعالى وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وبالوالدين إحسانا ترجمة نانسي قنقر شكرا